تعد جزيرة الموز بالأقصر مملكة من الصفاء والهدوء والخضرة وسحر امتزاج النيل مع الأشجار مع الطبيعة الخلابة وأصبحت جزيرة الموز مقصة سياحيا بعد المواقع الأثرية حيث تحتوي على أشجار الموز الكثيفة على مساحة كبيرة من الأرض تطل على نهر النيل في منظر طبعي بديع جزيرة الموز بالأقصر مملكة من الصفاء والهدوء والخضرة وسحر امتزاج النيل بالأشجار مع الطبيعة الخلابة هي قبلة للسائحين صنعتها الطبيعة وأصبحت مقصدا سياحيا بعد المواقع الأثرية حيث تحتوي على أشجار الموز الكثيفة على مساحة كبيرة من الأرض تطل على نهر النيل في منظر طبيعي بديع تحتوي هذه الجزيرة الرائعة على زراعات الموز ويقدم الموز إلى السائحين مجانا بمجرد غصولهم وهناك أيضا معالم ريفية قديمة مثل الساقية القديمة التراثية وأبراج الحمام الكثيرة الجزيرة طبعا واحدة من أهم المحبيات الطبيعية الجميلة والجزيرة طبعا في وسط النيل فأعتبر طابع جميل بالنسبة للوكسور أنا بالنسبة لي بسميها يعتبر معلم من معالم لوكسور الحديثة زيها زي البالون زي الحمطور زي الحاجات المشهورة عندنا في لوكسور طبعا الزبون بيكون طبعا يوم شاق معاه في المعابد والمقابر والحاجات دي ودرجة الحرارة في الآخر في الجزيرة كما تعتبر جزيرة الموز حديقة حيوانات صغيرة لما تحتويه من العديد من الحيوانات مثل القرود والنسانيس والتماسيح والثعابين وكذلك الحيوانات الأليفة مثل الأبقار والماعز والأغنام هذه الجزيرة في أساسها كانت حديقة موز قديمة منذ أيام الملكية وكانت تخص أحد العمد في غرب الأقصر وعند ازدهار السياحة في البر الغربي كان يأتي إليها السياح لتناول فاكهة الموز الطازجة ومع الوقت تم إدخال التعديلات والحيوانات إليها ليجعلها ذلك موقعا متكاملا لقضاء يوم كامل دون كلل أو ملل وهذه التعديلات جعلت جزيرة الموز المكان المثالي الذي ترتاح به في يومك بعد جولة مشاهدة الآثار